انهيار وصراخ رد فعله أم لحظة استخراج جثث أبنائها الثلاثة من بحيرة في اسطنبول طبعا في وقاعة صادمة في أم سورية بتعيش هي وأبنائها الثلاثة في تركيا اسطنبول نزلوا للأسف الأبناء الثلاثة عشان يصبحوا ويعوموا في هذه البحيرة الموجودة في اسطنبول لكن للأسف غرقوا وفضلت الأم طبعا تنجس على الشاطئ في انتظار خروج أبنائها وظهر بعض رجال الأمن يحملون جثث الأطفال وكشف الفيديو أن الأم تبكي وتصرخ بحرقة وينتشانهم وضعهم على الشاطئ وفقا لوسائل أعلام تركيا فأن الأطفال التلاتة غرقوا أثناء سباحيتهم بمنطقة سليفري في اسطنبول ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر